السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد خاص بالأعمال اليدوية غادي نصيب واحد القرعة بشكل زوين بزاف اول حاجة غنحتاجو هاد القارورة غادي نحتاجو كذلك مصباح وغادي نحتاجو كذلك هاد الاكسسوار ديال الساتة ايركي كتشوفو دا وشكل ديالو وغادي نحتاجو هاد اللي ستراس وكنشكر الاختي اللي معانا في القناة الي سحط لي المعلومة كنت نقول دي ما ليزي ستراس ليزي ستراس ودبا بفضل ديال اغا نقول هادين اللي نقول لي ستراس شكرا مزاف سوفو كناخدو واحد القطعة ديال الكارتون من بعد هاد القطعة الكارتون كنبقى نزولو هادك الكارتون من الاعلى بهاد الشكل هادا حتى كنحصلو على هاد التموجات إلا ما بغاش يتحي لكم بكل سهولة كدهنوه بالقليل من الماء بهاد طريقة كدهنوه بالقليل من الماء ومن بعد كدهنوه بكل سهولة طريقة سهلة جدا انا غا نوريتكم هنا غاعله واحد القطعة ديال الكارتون صغيرا ثم غا تاخدو قطعة ديال الكارتون تكون كبيرة بهاد طريقة هادي حتى كنحيدو هادك الكارتون كامل وكنحصلو على هاد التموجات هاد شكلو على هاد طريقة سهلة بزاف انا غا نحفون انا غا بغيت نوريكم في هاد القطعة وراني ديجا صايبت واحد القطعة كبيرة ديال الكارتون وصبغتها باللون الفدي بالنسبة للصباغة كي بقى اللون اختياري ممكن تصبغوه باي لون بغيتو هادا هو الشكل ديال الكارتون بعد ما صبغناه بالصباغة باللون الفدي دبا غا دي ناخدو المصباح وبهاد المصباح هو اللي غا دي نشكلو القاعدة اللي غا دي نحطو عليها هاد القارورة المصباح كان اخدو هاد المصباح من الاعلى وكنحيدو له هادك البلاستيك اللي فيه في الاعلى هادك اللي كاتدور انا هاد المصباح باقي خدام غا جيت نوريكم ما كيلاش نضيعو ومن بعد كان اخدو سكين وكنحيدو هادك الحديد اللي كان من الاعلى را كيتحيد بكل سهولة من بعد كان حصلو على قاعدة بهاد الشكل هادا كنصبغوها حتى هي باللون الفدي بالنسبة للالوان كتبقى اختيارية هادا هو راه نفس المصباح غا كي يقولكم انا هاد المصباح عندي باقي خدام ما بغيتش نضيعو مصباح الثاني كان محروق وغادي نصيب به القاعدة صافي ومن بعد غادي ناخدو هاد الاكسيس وارد ديه الساتائر شي الساتائر تكون عندكم قادمة وهو اللي غادي نديروه الغيطاء انتو ما ممكن تستعملو اي غيطاء متوفر غادي ناخدو سكين وغادي نقطعو هاد الدائرة اللي كان في الاسفال بالسكين راه كانت تقطع بكل سهولة انا عندي واحد راني مصيبة ما كيلاش نضيع حادة نخدمو به شي حاجة بها الطريقة وكننصبغوه حتى هو باللون فيدي وغاستعملو كغيطاء مفوق القارورة بها الطريقة بالنسبة للغيطاء كيبقى اختياري ممكن تستعملو اي غيطاء متوفر عندكم وبطبع تلحل غادي نستعملو مسدس الشام اللي كانستعمل ديما غادي ناخدو القطعة دي الكارتون وغادي نلفوها فوق القارورة او لندوروها فوق القارورة ناخدو العبار دي القارورة قطعو اللي كانش يفائد بالميقس وبعد ذلك غادي ناخدو مسدس الشامع ونحاولو اننا نتضبط licarton فوق القارورة وبالنسبة للواحد الاخت معانا في القناة من ماصر اقول لها مرحبا بيك مسكينا ما كتفهمش لل腐ضر اللي كانقول وده باكننا نحاول مامكين اني نبسط للغا بAs الكل يتمكن انه يفهم سافي كان اخدوا قطعة الكارتون وكنتبتوها فوق القارورة بمسدس شمع غادي اللفوها عليه كاملة بهذا الشكل هذا بالنسبة لهذا الكارتون ممكن انكم تصبغوه حتى هو من الداخل من الاحسن انكم تصبغوه من البلون الفدي او لللون اللي غا تصبغوه من الخارج تصبغو هاد الكارتون من الداخل باش يجي شكل ديالوزوين وصافي غادي نتبتو قطعة الكارتون فوق القارورة بهذا الطريقة كي كتشوفوه كنديرو الليساق او بالنسبة الليساق الى ما كاش عندكم مسدس شمع ممكن تعودوه باي لساق يكون كيلسق مزيان ماشي شرط انه يكون مسدس شمع وصافي من بعد غادي لنا الى بقنا هاد الزائد هادا غادي ناخدو المقص وغادي نقطعو كل شي الزوائد بهذا الطريقة كي كتشوفوه وغادي نتبتو هاد الجانب جيدا بمسدس شمع بهذا الطريقة كي كتشوفوه ونضغطو عليه باش هكي يتبت بكل سهولة وهدا وحد شكل اخر يعني نغلفو به القارورات اللي غي كارمي ورا كي جي شكل ديالوزوين وكيتقى مرخيس الكارتون راه متوفر في اي منزيل وبالنسبة الى كان كيعجبكم هاد الشكل ديالفيديوهات ديالاعادة تدوير القارورات خليوها لي في التعليقات او لاقولوها لي في التعليقات باش نزيدو اشكال اخرين ان شاء الله وصافي دبا غادي ناخدو اللي ستراس هاد المرة ماديش نقول لي زي ستراس خلي صحح المعلومه وغنقول لي ستراس عرفتو حياتي كاملا وانا كانقولهم لي زي ستراس كنشكر هاد الاخت لي صحكت لي المعلومه سافي كي يقولكم كنناخدو هاد اليستراس هادا رهم توفروا والتمان ديالورخيس وكالاسقوه احتهوه ومسدس شما كانت بتوه من الاعلى بالنسبة لطريقة الزين انا كنعطيكوم كنشارك معاكم الفكرة وانتو ما ممكن تديرو الشكل اللي بغيتو ممكن تديرو اضافات لي ما لا بها الطريقة حتى انا غي كناخد هاد القارورة ومن بعد كم قنخدم يعني شكل كي جير راسه ما كنكونش مخطم قبل شي شكل ممكن تديرو اضافات وممكن تحذفو بعض الاشياء كيبقى اختياري صافي بها الطريقة هادي كنديرو مسدس الشمع وكنتبتو هاد الخارز هاد او هاد ليسي ستراس من الالة بها الطريقة ما تديروش عالية راه هاد الفيديو صورته الصباح بكري وراني كندير داب المونتاج راه باقي الصباح باقي شوية الناس باقى مدوخة قبلوا مني لادتشي اغالطو صافي راني دابكنا نحسبكم راحنا ولينا عائلة وحدة راح تبارك الله عام وشهرين وانا فتح هاد القناة عام وشهرين وحنا مع بعضياتنا راحنا ولينا عائلة وبلا ما نكتر عليكم البلا بلا رجعوا الفيديو انا صافي كنكمل هاد ليستراس كامل وكنجيو للنهاية وكنقطع الفائد بالميقص راكي تقطع بكل سهولة وغا نتبتوهم زيان بمسد الشمع وهذا هو الشكل المبدأي دلقارورة بدك يبان او الشكل النهائي بدك يتضح دابا غادي ناخدو كذلك الستراس ونديروهم من الاعلى باش ما يبانش هاد شكل دلقارورة هكا في هاد الخطوط هادي غادي نحاولو اننا نزينو باش نعطاولو منظر في نفس الوقت نغطيو هادو كل خطوط اللي كينا من الاعلى دلقارورة باش ما تبانش نهائيا انها قارورة وبالنسبة هاد القريعة اللي عندي انا او للقارورة راغي بلاستيك ماشي زوجاج قارورة بلاستيك حتى هما راكي يجيو شكل ديالهم زوين ملان فساعدا انتشي حاجة مرميوها كل شين ديرولو اعادة تدوير لا لي الضياح وفي الحقيقة كييجو هاد القريعة زوينين لامشينا ناخدهم او لنشريهم راكي يكون تامن ديالهم غالي بالنسبة هاد القريعة اللي جيتو تصيبوها في الدره ما غطيحش عليكم تبعش راهم ما غديش ما غديش تقام بعش راهم راها رخيصة كطيح سافي غدي نكملو هاد دائرة كاملة غدي ندوروها ندورو علي هاد السترس او لهاد الخارز من الاعلى هادا هو الشكل نهائي عفوا شكل كيف جاء بعد ما سليناها هادا بغدي ناخد واحد الشوكة او للبروش هادا واحد الشوكة ديال الفولار كانت متوفرة عندي وتهرست غدي ندير لها اعادة تدوير حتى هي وغدي نزين بهاد القارورة انتو ما ممكن تستعملوا اي حاجة ممكن تستعملوا مقبطات ديال بناتكم تصبغوهم باللون الفدي هادوكم مقبطات اللي كيكون فيهم فراشات كيجي شكل ديالهم زويون بزاف انا هادشي اللي متوفرة عندي دابا غدي نتبتها بهاد طريقة بمسد الشم عراكة تعطي واحد الشكل زويون بزاف وفي الحقيقة طلع شكل غزال بزاف حسن اللي كنت تخيلو سفي دابا غدي نجيو باش نتبتوا القاعدة اللي صايبناها بالمسباح هادية القاعدة غدي نديرو فيها مسدس الشمع من الاعلى غنديرو حد كمية كتيرا بهاد طريقة ومن بعد نحاولو اننا نديروها في وسط القارورة ونضغطوا عليها واحد شوية باش تتبت مزيان بهاد الشكل هادا كنضغطوا عليها وصافي دابا غدي نتلقوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد تدورد القارورة كيف جا هاد هوا شكل النهائي ديال ها كيجي زوين بزاف هالبنات كيجي اكتر من رائع وانا شخصيا عجبني بزايف غدي نزيد نصايب اشكال منو غدي نديرو باللون عفوان الذهبي حتى هو كيجي زوين لون الذهبي انا هنستعملت اللون الفضي هانتو ما كيكتشوفو حتى ذاك البروش او لديك الشوكا اللي درنا فيها كتعطيه واحد المنايدة الراقي وزوي ومزاف وكيجي واحد ديكور زوين هاكا ممكن تخليوا غيكا ديكور تزينوا بيه ليكوان ديال الصالونات حتى هو راكي يجي غزال بزاف هاد اقتراح نضيفوه لديكورات الصالونات بالنسبة الاخوات اللي كانوا بغيين ديكورات وهدا هو الفيديو دليوم كانت منينا الاعجاب ديالكم وكانت منينا نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم واللي بقي ما شتركش معنا في القناة سيشترك معنا في القناة ويضغط على زر اشتراك ودعموني بليجيم وبرتجوه مع الاصدقاء ديالكم شكرا شكرا